مع تصعيد الكابتن عادل مصطفى للفريق الأول ما تمنى له إن شاء الله التوفيق استقار الكابتن فتح مبروك على إن يكون محمد صمارة المدرب العامل كموجود معاه إن هو يكون المدير الفني للفريق 2003 تمنى إن شاء الله محمد صمارة التوفيق خلال الفترة اللي جاي في كل حلقة بنتكلم عن ناس عظماء جدا سهموا في اكتشاف نجوم ومواهب داخل النادي الأهلي نجمنا النهاردة لعب في جيل العظماء كابتن صالح سليم، كابتن طارق سليم، كابتن رفعة الفناجيلي، أنور سلامة، مراني الكنفاني مع جيل عظماء في تاريخ كرة القدم في النادي الأهلي سهم في اكتشاف مواهب ونجوم كبيرة زي حسام حسن وإبراهيم حسن وهاني رمزي في جيل التسعينات سهم في اكتشاف نجوم زي حسن مصطفى، زي أحمد فوزي، زي أحمد سراج، زي هشام حنفي، زي سيد عبد الحفيز أكيد نجمنا النهاردة الكابتن إبراهيم عبد الصمد نشوف تأهي عن كابتن إبراهيم عبد الصمد، نرجع لحضراتكم مرة تانية إبراهيم عبد الصمد، حكاية نجم حفر الصخر لعب للأهلي في أصعب فترات الرياضة المصرية على الإطلاق مثل الفريق الأول للنادي الأهلي خلال الفترة من عام 1970 حتى عام 1976 هي الفترة التي شهدت حرب أكتوبر المجيدة وقتها توقفت الحياة الكروية في مصر بشكل كبير بدايته كانت مع اعتزال عدد كبير من النجوم الكبار عقب نكسة عام 1967 عندما اعتقد الكثير منهم أن الحياة لن تدب في الكرة من جديد فقرروا الاعتزال هو ما فتح الباب أمام جيلين للتألق والظهور على الساحة عند تصعيد للفريق الأول لعب بجانب صالح وطارئ سليم ورفعة الفنجيلي ومسعد أبو النور وأنور سلامة ومروان كنفاني وهاني مصطفى وغيرهم من الجيل التاريخي للأهلي وبعد النكسة وعقب اعتزال مجموعة من الكبار لعب إلى جانب الجيل الجديد حسن حمدي إكرام شحات فتحي مبروك مصطفى يونس وبقية اللاعبين تعلم من الميستر صالح سليم فن الإدارة والتدريب واتخاذ القرارات الصائبة والجريئة تخرج من تحت يد الكابتن إبراهيم عبدالصمب العديد من المواهب منهم حسن مصطفى أحمد فوزي أحمد سراج محمد فاروق الذي أحضره من نادي إسكو إلى النادي الأهلي وغير مركزه من لاعب جناح إلى رأس حربة هشام حنفي الذي جلبه من نادي الصيد وغير مركزه من رأس حربة إلى لاعب خط وسط من النجوم الذين آمن بهم الكابتن إبراهيم عبدالصمب هو نجم الأهل الأسبق سيد عبدالحفيز الذي انضم للأهلي انضم من الفيوم وبعد فترة تعرض لإصابة قوية في الرقبة هددت مستقبله وكان توقيت الإصابة هو توقيت اتخاذ الكابتن صالح سليم قراره بتخفيض عدد لاعب فرق الناشئين لكنه آمن بموهبة عبدالحفيز فذهب به إلى نادي النيل حتى يعود من الإصابة وأعاده إلى نادي الأهلي الكابتن إبراهيم عبدالصمب شكرا أكيد اسم كبير داخل نادي الأهلي الكابتن إبراهيم عبدالصمب ساهم في اكتشاف نجومه واحد كبيرة على مر التاريخ والعصور نروح لفاصل وبعد الفاصل المستمرين مع حضرات شكرا